ثلاث نساء كنا محتجزات كرقيقات في بيت في منطقة لنبث جنوب لندن يحررن بعد ثلاثين سنة من العبودية أصغر المحررات بحسب الشرطة في الثلاثين من العمر وهي بريطانية ولدت في ظروف الرق وامرأة في السابعة والستين من ماليزيا وأخرى من إرلندا في السابعة والخمسين وجميعهن في بيت آمن لتلقي العلاج والمساعدة النساء الثلاث في صدمة عميقة ومن الضروري أن نعمل بحذر للوقوف على الحقائق في هذه القضية وعندما توفرت لدينا معلومات عن احتجازهن ثلاثين عاما قمنا باعتقال الفاعلين النساء كنا يخضعنا لحرية محدودة الكشف عن هذه الحالة كان بمثابة فاجعة في بلد الحريات لا من حيث مدة العمل القسري والعبودية أو عدد الضحايا في بيت واحد وتعاطت معها الشرطة على الفور بعد تلاقيها اتصالا من جمعية فريدم الخيرية للإبلاغ عن المحتجزات قسرا نشعر جميعا بالرضى حيث أننا كنا قادرين على تقديم المساعدة في شيء لم نسمع بحدوثه قط في هذا البلد نشعر بارتياح لأن النساء في مكان آمن وسيعملن على بناء حياتهن من جديد رجل وامرأة في العقد السادس من العمر اعتقلتهما الشرطة يعتقد أنهما على علاقة بقضية الاحتجاز القسرية هذه وتم الإفراج عنهما بكفالة إلى حين اكتمال التحقيق في مزاعم العمل القسري والعبودية لم يسبق لها مثيل منذ إلغاء بريطانيا تجارة الرق كليا في مطلع القرن التاسع عشر مصطفى زارو العربية لندن